اليوم باش نمشيوا المقترحاتنا ومقترحاتنا باش نقعدوا في الأجواء التسعينات بداية الألفينات وقعدت وصلني عديد المقترحات من المتابعين للناس اللي هكا عاشت في الفترة هذيك وللناس اللي تسترجع باشا ذكريات كيف تتابع نوعية الأعمال الدرامية اللي كيما هكيها باش نحكيوا اليوم على مسلسل درامي مصري من إنتاج عام 2001 نقوله بطولة ليلى علوي عبدالكامل دلال عبدالعزيز خالد نبوي وبارشة بارشة من النجوم والممثلين الحقيقة المسلسل هذية اللي قعد عادة عند المساروة انه في كل عام في شهر نوفمبر يعودوا البثة بتاع المسلسل هذية ولليوم المساروة يقولوا انه فيه مزيج غريب ما فهموش عليش العباد اللي اليوم ما زالت متشوقة وما زالت تتحب دي ما تتابع المسلسل هذية ليقولوا الأحداث متاع وخطر مقتبسة من رواية من روايات العظيم نجيب محفوظ ليقولوا الموسيقى التصويرية للعملاق عمار الشعيري حتى الكلمات متاع الأغنية متاع الجينيريك زيدا من الأغاني الخالدة وتغنيت زيدا بصوت أنغام دونك المزيج هذية اللي قعد هكا خالد عند المساروة وعند الجمهور العربي بصفة عامة واللي قعد عندهم حنين خاص للمسلسل هذية المسلسل هذية اسمه حديثه الصباحي والمساء كما قلت لكم الرواية معناها المسلسل مقتبسة على رواية النجيب محفوظ اللي يكتبها في أواخر الثمانينات واللي كانت فقل حسن عليه خاصة بحصوله على جائزة نوبل في الأداة بعد صدورها بوقت قسير الحقيقة اللي ممكن عامل هكا سحر للمسلسل هذية أنه تناول تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي من خلال ثلاثة شخصيات وبرشا يقولوا أنه الناس تحب المسلسل هذية خاطر يرجع بيهم للأزمنة المصرية المفتقدة هكا كتبوا عليه عديد النقاد وعديد المقالات اللي تكتبت على المسلسل هذية طيب كما قلت لكم أحكي على تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي من خلال ثلاثة شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها خليني نسمع شوية مالجينيريكا مين في كما قلت لكم الشخصيات متع المسلسل بش نعيشوا معها عديد الصراعات أدوارهم الاجتماعية علاقاتهم الإنسانية موقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن واللي في العادة العلاقات الاجتماعية ديما المؤثر الرئيسي فيها هي المصالح الاقتصادية فرصة بش تطلعوا على بالحق عمل عظيم جدا خليني نقول من خلال السيناريو من خلال الأحداث من خلال الموسيقى التصويرية التصويرية بش تعيشوا أمبيونس متع الأجواء المصرية في الزمن هذيكا حديثه الصباحي والمساء هذيه هو المقترحة متاعنا لليومة في صباح الخير تونس احنا نكملوا بالموسيقى كما كل اثنين وكل نهاري ربع بعد شوية عندكم موعد مع شيخة عفيف الجمل في فقرة أوصاني حبيبي وصية من الوصايا اللي مهم جدا أنه نتبعوها في كل أحياتنا بش نكونوا على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم نكملوا بالموسيقى نرجع لكم بعد شوية متابعتوش